اشتركوا في القناة هذه الندوة مكانة الصحابة الأصولية والفقهية في المداهب الأربعة هي جاءت من أجل بيان مكانة الصحابة في مجالي الفقه وأصول الفقه وكذلك الكشف عن طرائق النظر بالنسبة للصحابة وما استفادوه من النبي صلى الله عليه وسلم في التشريح وكذلك أثر الصحابة في المداهب الأربعة في مجالي القضاء ومجالي العمل ومجالي المواريت وغير ذلك من المجالات الفقهية التي أسس عليها الأئمة الأربعة أسس عليها قواعدهم الأصولية ومناهجهم الاستنباطية وهذه الندوة قد تضمنت محورين محور أصولي ومحور فقهي وفي كل محور هناك جلستان سيؤطرها ما يقارب 26 باحثا من داخل المغربي ومن خارجه ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد مما يعني يستفاد من هذه الندوة والتي تعتبر مخرجات هذه الندوة أن هذه الندوة هي تؤكد على صلة الوصل ما بين الصحابة والمداهب الأربعة فجوهر المداهب الأربعة هم الصحابة ردوان الله عليه فلذلك لا يمكن أن نفهم الصحابة وأنظار الصحابة وفتاوى الصحابة والشهادات الصحابة إلا في النظر من خلال قواعد وأصول المداهب الأربعة فالاعتصام بالمداهب الأربعة هو صمام أمان هذه الأمة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد